الميذان. مبدئيا. مبدئيا يا ميذان عندك شوية مشاكل. ولكن محلولة. يعني هي مشاكل سهلة الحل. سهلة الفك. سهلة التضارب كده. ان الواحد يعني يقدر يعديها بسهولة ان شاء الله. اه هي مشاكل اولا واخيرا بسبب خلافات مادية. ممكن تكون خلافات على ورس او خلافات في شراكة مع حد معين. اه ولكن هتتفك الخلافات دي وهيكون فيه خير ورزق كويس قوي. هيدخلوكم يا برج الميذان. اه عارفة ان انتو صبرتو كتير قاعدين كتير مستميين كتير. اه الدنيا عندكم بيضة بقالها فترة وبتعانم. ولكن فرجوا قريب ليكم الشهر ده ان شاء الله انطلاق تحقيق اهداف. اه نجحات متعددة على المجال الدراسي والعملي. اه فرص كتير جدا. هتكون قدامكم وقدامكم ان انتم اه تستمعوا اه ليها وتحاولوا ان انتم تقتنسوها او تحصلوا عليها. علشان خاطر اه ايامكم تكون اسعد واهنى. ساعات كده فيه فرص بتعدى على البناء ادم لو سابها تعدي من بين ايديه بيخسر كتير. فياريت تكونوا منتبهين للفرص او وازاي تستفيدوا منها. اه ونجحات طبعا نجحات ان شاء الله في المجال الدراسي. اه بالنسبة للحب الحبيب القديم اللي بعد واللي هجر واللي عاش حياته بشكل او باخر. ممكن يكون قام بخطبة ممكن يكون حتى قام بزيجة. وصابكم لفترة كبيرة من الزمن وفاكر ان هو هيرجع يتلاقيكم بحطة ايده. زي ما حطوكم زي ما هيرجع يلاقيكم. اه الحكاية وما فيها ان بالفعل اه انتم موجودين ولكن مبقتوش زي ما انتم اتغير حاجات كتيرة جواكم. اتقسرت حاجات كتيرة وتبنت حاجات كتيرة. امور كتيرة وضحت وظهرت للعينين بحقيقة. اه معظمكم مقدرش يحب تاني. مقدرش يدخل في علاقة تاني. كانت الدنيا مضلمة او مسددة في وشه ما هواش عايز يلجأ لأي حب تاني. اه ولا حتى ان هو يرجع للحب الاولاني. هو يأس من فكرة الحب اساسا. او قفر بالفكرة. يعني خلاص انا معينتش اؤمن بالحب. معينتش مفيش حاجة اسمها في الحياة حب. مفيش حب لا حقيقي ولا حب من الاصل. اه نويتم ان انتم تحققوا نفسكم او انكم تحطوا مجهودكم كله في الشغل او تتفانوا في خدمة اللي حواليكم اكتر من انكم تفكروا في قلبكم وفي ساعدتكم. اه معظمكم لان دي فكرة حلوة جدا. الواحد يلهي نفسه كده وما يبقاش مركز قوي. ويبقى بيحب الحياة بشكل او باخر. يعني انا هحب مساعدة غيري اكتر ما انا احب ومساعدة نفسي. اه. الحبيب ده راجع ندمان. ونفسه ان هو يبدأ معكم من اول وجديد. ليكم حرية الاختيار. ما بقى انكم تاخدوه وتسمعوه وتشوفوه وتعيشوا معه تاني. او انكم تبدأوا بداية جديدة نهائيا. وبالفعل ليكم بدايات جديدة. بدايات جديدة سعادة جديدة مع انسان جديد. طبعا كله تبع رغباتكم. محدش يقدر يملي عليكم تعملوا ايه وما تعملوش ايه. كل واحد هو قدرى بمصلحته ومنفعته. اه بالنسبة للعطفاء زي ما احنا شايفينا هوت. في رجوع في ندم. في حتة كده لعب على المناطق الحساسة بتاعة الحب بتاعة زمان والعطفة اللي جواكم. واللي هي ما تدفنتش الى الابد يعني اللي لسه موجودة. هتحاولوا ان انتم تسامحوا كنا بها. مش هتقدروا ان انتم تسامحوا. ياريت تعرفوه ان الانتظار مفيش منه فايدة. ولا لو ان في بعضكم عايزين فكرة الانتقام. انا مش الانتقام اللي هو اخد حقي. يجيلي وانا ارفضه. اه اعرف ان ربنا جاب لي حقي. وفي بعضكم طبعا هيقبل بفكرة الرجوع والصلح وان احنا نرجع لبعض والحب تاني. بس في نفس الوقت هيكون حريص اكتر من المرة اللي فاتت. بالنسبة للصحة. بالنسبة للصحة لبرج الميزان فالصحة كانت بعافية زي ما بيقولوا كده. كان في وعكة صحية بتمر بيها يا برج الميزان. كانت صعبة جدا كانت مرة بيك بصعوبة. اه كنت حاسس ان انت ممكن ما تخرجش من الازمة ديت او الازمة الصحية ديت زي ما بيقولوا كده اخدت منك رئات. حسيت ان هي اه كانت اه مرحلة كان لازم تعدي فيها علشان تنقي نفسك من جوه. وعلشان يعني تحس قد ايه بنعم ربنا حوالك. طبعا انت مش انسان مش عارف النعم. انت عارفها. ولكن كانت مرت عليك في مرحلة من اليأس والاكتئاب. انت رفضت اصلا العيشة وما كنت رافض اصلا ان انت تعيش. ولكن بعد الوعكة ديت رجع احساسك بالحيوية والنشاط وحب الحياة من اول وجديد. طبعا لبعضكم. لبعضكم فيه هيكون فرصة لعمل جديد او شغل جديد. بدايات جديدة لكم في معظم المجالات. طبعا وحسب رغبتكم. انتو اللي بتختارهم. تبدأوا بدايات جديدة. البدايات دي ممكن تكون عاطفية. ممكن تكون عملية. فيه طاقة شفاء كبيرة ونصر من عند ربنا. هيبعته لكم. هتشوفهم النصر من عند ربنا. يبعت لك حاجة تباين لك ان انت الحمد لله كويس وتمام. وانه ربنا بيجيب لك حق عندك وانت قاعد. من غير ما تتكلم. من غير ما ما تنزل. من غير ما تقول حاجة بس يعني ولا حتى تتعبر اي تعبير. ربنا هيجيب لك حقك وهيورهولك قدام عينك وهو بياخدهولك. من اللي ظلمك يا برج الميزان. ايامكم كلها ساعدة وهنا. خلينا نشوف اكتر بالنسبة للشغل. بالنسبة للشغل عشان الناس اللي قالت لي قليلي شوية من العطفة واتكلم عن الشغل عطفة ايه اللي احنا عايزينها وحب ايه اللي بنفكر فيه. احنا بنفكر في العمل وبنفكر في الفلوس والمادة والدنيا هتمشي ازاي. احنا مش في ظروف ابدا للحب. فتمام. نقول لهم الجزئية بتاعتهم. واحنا قلنا الجزئيات اللي قبليك. اللي بيقول لك انت ليك حازم لامورك. بدايات جديدة. نجاحات جديدة. اه مشروع انت كنت تبادقه فاخد الامل نهائي ان هو هيجيب اي ارباح. خلاص او شكت ان انت تقفله او حتى تلغيه. اه هيبدأ يقطي ثماره ولكن ثمار بطيئة في الاول او وبعد كده هتبدأ الثمار اه والانتاجية تعالى وتزيد. وهيبدأ نجاحك يتشاهد ويتشاف. وهتعمل ممكن يعني مسلا لو هتوسع المشروع ده هتنتج فيه اكتر. اه هيبقى فيه تحسن ملحوظ لدخلك وحياتك كلها بناء عليه. اه طبعا هنيجي بقى للسؤال التقليدي. طيب بالنسبة للعزاب وايه اه ايه مصرهم والمتاخرين للزواج. هنرد عليهم علشان دول يعني اكتر ناس عايزين امل وعايزين حب في الايام اللي جاية. هنقول ان فيه عندكم عروض خطبة وعروض زواج ان شاء الله. فيه تأسيس لبيوت. اه فيه كمان خلينا نقول فيه فرصة لانجاب. اه لمتاخرين الانجاب. واللي ربنا ادالها بنات ربنا هيرزقها بالولد ان شاء الله. اه فيه ناس كتيرة بطلبوا الطلب ده. فطبعا ربنا ان شاء الله هيديهم فيه فرصة كبيرة في الفترة دي الانجاب الزكور. اه ان شاء الله اه اللي محتار بين حبين وبين شخصين اه هتقدر تقرر بسهولة وهتقدر ترسع البر بسهولة وهتلاقي ساعتك مع اللي انت تحبه واللي انت ترتاح له ان شاء الله. بحبكم دايما كلكم في الله ولله وعايزة لو سمحتم لو سمحتم من فضلكم ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة وتشيري الفيديو لكل اصحابكم وحبابكم. وتعريف اصحابكم بقناتي علشان يشتركوا عليها عايزين كبر. عايزين ان شاء الله قبل نهاية السنة نكون تمينا المت الف. اه عايزة القناة تكبر اه بيكم و اه ولية علشان يبقى عندي دافع ان انا اشتغل لكم اكتر وان انا اه اه بيست فيكم روح الامل والتفاؤل اكتر. بحبكم كلكم اه اه اترككم في رعاية الله وامنه. مع السلامة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة